بالفعل ديما رغم أن الحديث هو بالأساس عن مقترح إسرائيلي تبنته الولايات المتحدة تراجعت عنه إسرائيل عبر إضافة نتنياهو أربعة شروط جديدة ثم مرة أخرى الولايات المتحدة انحازت للمطالب الإسرائيلية ومع ذلك لا موافقة إسرائيلية صريحة على هذا الأمر ومعظم التصريحات التي تأتي من إسرائيل تصريحات متشائمة باحتمال ليس فقط التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع إنما أيضا متشائمة بإمكانية إحراز اختراق في الاتصالات الجارية هذا الأسبوع تصريح وحيد يتيب متفائل هو لوزير الأمن الإسرائيلي يوقف جانت منذ قليل الذي قال إن إسرائيل تعمل على صفقة تبادل وإنه يأمل أن يؤدي ذلك إلى نتائج خلال الفترة المقبلة ما دون ذلك معظم التصريحات التي تأتي من مصادر عارة تسرب إلى وسائل إعلام إسرائيلية بأسماء مجهولة هي تصريحات متشائمة تحديدا تصريحات عائلات الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين التي تتهم نتنياهو بأنه ليس معنيا بصفقة تبادل الأسرة وهذه المرة تعطي أسبابا إضافية للأسباب التي شرحتها خلال الفترة الماضية زوجة أحد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة تقول أو تنقل عنه بالشكل واضح أن نتنياهو لن يستعيد الأسرة من القطاع لأنه يعتقد أنهم يخالفونه سياسيا لأنهم محسبون على اليسار الإسرائيلي وليس على مصويت حزب الليكود بمعنى أن هذه القضية بدأت تتشرب كل الخلافات السياسية والاجتماعية داخل إسرائيل خصوصا على عدم وجود أي أفق لحل هذه القضية خلال الفترة القليبة المقبلة وفي غدون ذلك جثامين الإسرائيليين هي فقط التي تعود من قطاع غزة